رفعت سلطات مطار القاهرة استعداداتها لعملية تفويج حجاج بيت الله الحرام إلى المملكة العربية السعودية وذلك لأداء مناسك الحج وقد اتخذت سلطات المطار بكافة الأجهزة والقطاعات والإدارات والشركات العاملة العديد من الإجراءات لتسهيل عملية تفويج حجاج بيت الله الحرام لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك هي لحظات يرفرف فيها القلب فرحاً وشوقاً لزيارة بيت الله الحرام حينما تهل علينا أشهر الحج المباركة فبهذه الوجوه الناظرة والملابس المبهجة تزين مطار القاهرة الدولي بأجواء احتفالية لحجاج بيت الله الحرام أثناء الانتهاء من إجراءات سفرهم لأداء مناسك الحج وسط استعدادات خاصة شهدتها الصالة الموسمية بالمطار لتوفير كل سبل الراحة لهم السنة دي بتبقى الحج مختلف شوي مستيران بتشرب بتنظيم موسم الحج ده بينظم من عشرات السنين وأكثر في حجاج بيت الله الحرام في بعثة بتبقى منتشرة موجودة هنا في القاهرة وفي بعثة تانية في جدة وفي بعثة تانية في المدينة هذه البعثات من مصر الطيران لاستقبال وتوضيع الحجاج مع الحجاج مجموعة من العلماء المتخصصين قلنا لهم كما نؤكد خذوا الفتوى من المتخصص كما نؤكد على ذلك هنا في مصر وفي كل مكان نؤكد على الحجاج أن لا يسمعوا إلى غير المتخصصين أو من يشددون على الناس الحاج بمجرد نيتي وخعوجي من بيتي منطلقا إلى الله إن شاء الله بإذن الله نؤمن له القبول بلسان ذاكر لله مكبرين وحامدين وشاكرين تهفو قلوب الحجاج العاشقة لبيت الله الحرام ولزيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد انقطاع دام لعامين بسبب جائحة كورونا لتعود هذه الفرحة الخاصة التي رسمت على وجوه الحجاج لاستطاعتهم بأداء ركن من أركان الإسلام هي الفرحة اللي أنا أتمنىها في أول عمري وآخر عمري دي دي الفرحة النهاردة وبتمنىها لكل حبيبي وكل أصدقائي وكل أمة محمد أجمعين وأنا داخل باب المطار أنا بكيت بكيت لأن أنا نفسي حج من زمان نفسي قضي فرضت الحج والركن الخامس في الإسلام كنت تطلع الحج وكنت محروم منها وأنا طلعت لي سنة عشرين وتحرمت منها بسبب الكورونا وقلنا قدر الله وما شاء فعل والحمد لله في 22 بشوف نفس اللي ربنا كتبهولي لقيته في 22 الحمد لله يا رب فضله نعمة بقى الطائرة عن الأرض مش حسن نفسي من فرع مش مصدقة نفسي إن أنا رايحة والله العظيم الحمد لله الواحد طبعا في قمة السعادة والفرحة إنه رايح يزور بيت الله الحرام وحاجة كان بيتمنها من زمان طبعا وربنا حق أهاله بصراحة فرحاني قوي يعني قوي من قلبي وطحيا مصر طحيا مصر طحيا مصر لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك تلبية رددها الحجاج طوال وجودهم بالمطار وسط إجراءات صحية وتنظيمية قدمها مطار القاهرة الدولي للحجاج لتسيير 12 رحلة جوية اليوم للمدينة المنورة وجدة متمنين للحجاج أن يتقبل الله منهم حجهم ويعود بسلام وأمان لأرض الوطن بمشاعر تملأها الشوق والحنين لزيارة بيت الله الحرام وبدموع الفرحة تتجسد حالة من السعادة والسرور لأداء فريضة الحج وتقلع طائرة الحجاج محملة بالأمنيات والدعوات متجهة لأطهر بقاع الأرض ليتدرعوا إلى الله بمغفرة الزنوب واستجابة الدعاء في مشهد ندعو الله أن يكتبه للمسلمين جميعا محمود جميل التلفزيون المصري